السلام عليكم يا جدعان ازايكم عاملين ايه؟ طبعا في الفيديو اللي فات الحمد لله نزلنا طريقة ازاي تجيب الكيك لو ما شفت في جي الفيديو هتلاقيين حطيت لك الرابط في الوصف وكمان هيظهر لك الفيديو هنا تقريبا والناس اتبسطت وقالت لك الحمد لله جبت عزيز الكيك والطريقة نفعت وكل حاجة ماشية تمام هندات بتقول لك ايه الطريقة نفعت وجبت الكيك وكل حاجة تمام ولسه خلا بالك الطريقة الشغالة تقدر دلوقتي تجيب الكيك المهم النهاردة بقى تمام لازم حاجة جديدة بقى هنجيب لكم البوكس في الكيك الحمد لله قلت لكم الطريقة والطريقة الشغالة زي الفل في النهاردة بإذن الله هنشرح ازاي تجيب البوكس قبل من نبدأ الفيديو معلم عايزك تصلي على النبي ساشلايك واشتراك ويلا خش في الطريقة اسطنبل من زمان قوي يا جدعان وهي تقول لك سجل ان انت يعني تلعب اسطنبل على نسخة البليستيشن قبل موعد نزولها يقول لك سجل بقى وإيه وبص بقى على الجوايس هتاخد بوكس هتاخد دي سبيشيال إيموجيا هتاخد مش عارف ايه فهي بالفعل يا معلم اسطنبل نزلت على البليستيشن فور ونزلت كمان على الاكس بوكس يعني نزلت على كل حاجة فإن لو عندك اكس بوكس عندك بليستيشن فور وكل بساطة كده وبدو اللف ودوران هتسجل حسابك عن طريق ربط سكوبلي متقوليش بقى مش عارف ايه ربط سكوبلي في فيديو شارح لك فيه ايه هو ربط سكوبلي شرح محترم في كل المشاكل اللي ممكن تواجهك واللي بتواجه الناس بالفعل هش تشوف الفيديو اولا قبل ما تعمل اي حاجة خالص تمام فانت بس حلك بليستيشن فور وابشر يا معلم انت كده البوكس دوه في الجيب طيب تعال اقول لك كده كم طريقة علشان تقدر تجيب بيهم البوكس بمنتهى السهول طيب الطريقة الاولى يا جدعان ان انت تقول لباباك عايز بليستيشن فور هيقول لك عايز بليستيشن فور ليه قوله عبر اجيب البوكس هو ممكن يطيق 1954 ويبقى كده مش هتحتاج تشتري البليستيشن فور و دي الطريقة الاولى لو الطريقة دي منافعدش هنخش على الطريقة التانية الطريقى التانية لو للأسف الطريقة الاولى منافعدش هتشوف حد صاحبك يكون معه بلستيشن فور. تمام? هتروح تخبط على صاحبك الباب. هتقول لي ازايك عامل ايه اخبارك اخبار صاحبك. عملا هو مبسوط هو عشان انا ديله كتير ما شافكش ومبسوط ان انت جاي بتسلم عليه. هيروح طبعا ينزل يجيب لك حاجة من تحت تشربها. في اللحظة دي قل له وبص افتح لي البلستيشن فور. العب كده عبارة ما تيجي. في اللحظة دي بسرعة تحمل اسطنبل على البلستيشن فور عنده. وتخش على حسابك عن طري راب تسكوب لي خلاص بقى راب تسكوب لي يعرفني ايه هو. تدخلش تسمع الفيديو وتربط حسابك سكوب لي دي خطوة لازم. تمام? وفي اللحظة دي تروح بقى ايه? تفتح كده حسابك يا معلم وتجيب البوكس. الطريقة دي شغالة على فكرة الكل يعني مش لازم حسابات جديدة على المستشعر. اي حساب تفتحه وتقدر تجيب في البوكس. تمام? اول ما يجي صاحبك بقى من بره اشرب يا معلم الحاجة اللي جابها لك وروح يمشي على طب. سامي واحد فيك يا جدع قال لي كلمة قطع القلب. قال لي بص يا عزيز بصراحة كده انا معندش اصحاب. واحد تاني سامعه بيقول لي والله يا عزيز انا عندي اصحاب لكن كلهم طفرين كده زي حالاته ما حدش عنده بلاستيشان فور. وبكده ننتقل للطريقة التالتة. في حالة ان الطرقتين اللي فاتوا ما نفعوش معاك. هتنزل تحت في الشارع. تروح عند عم حمادة اللي فاتح محل سايبر تحت بيتكم على طول او جنبيب شوية. وهي تقول لي عم حمادة انا عاوز العب كده. احسب لتالت سا هلعب ماتش فيف انا وصاحبك. تاخد صاحبك طبعا كده يعني اه 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 كتمويه او يعني كده اللي هو فامي ووقف معك تيشة كده تمام. اللي يعني بتلعب وماتش بلاستيشان. المهم في اللحظة دية اول ما تستلم كده جهازي البلاستيشان فور تروح وتحمل عليه اسطنبل وتخش عن طريق الابتس كوبلي والنفس الخطوات بقى وتجيب البوكس في حسابك اللي بتلعب بيه تمام. يبقى اتفروع عند عم حمادة. تضحك عليه تقول لي انا عايز تلعب ماتش بلاستيشان او ولعب ماتش فيف اي حاجة. ومجرد ما تستلم الجهاز يا معلم. حمل عليه اسطنبل. وخش بقى هات البوكس يا معلم ليك وللي حواليك. برضو سمع واحد كلامه يقطع القلب. سمع واحد بيكم بيقول ياجد عندنا سكن يا عزيز في منطقة ريفية. ما فيش اي خدمات خالص ولا فيه سايبر ولا فيه جيم ولا فيه اي حاجة خالص. الدنيا تحت البيت قحت يعني تنزل كده من بيتك ما فيش اي حاجة خالص. معلش كده شوف لنا طريقة. غير بتاعت السايبر. وغير التلات طرق اللي انت قلتهم دول. ابشر يا معلم. طريقة دي هي الاخيرة. وبإذن الله دي هتنفع للكل بقى. خش على الطريقة الرابعة. الطريقة الرابعة معلم ان انت معلش كده هتتعب شوية وتبحث في النت عندك تكتب كيفية تعمل حساب ديسكورد. تمام؟ اصلا مش كل حاجة هتدارك على السهل يعني اتعب انت بقى شوية واعمل ديسكورد ده بقى من نفسك. ابحث على اليوتيوب ازاي تعمل ديسكورد. هتقول لي طب انا عزيز انا عندي ديسكورد وي هتقول لك بألف مبروك. تخش يا معلم كده على الرابط اللي في الوصف على السيرفر بتاع عزيز. هتقول لي ايوة انا هتخش عمليه برضه انا مش عاوز ادخل مش عاوز اخش الكلان يا اخي. يا اخي اسمع بس لك يا انا من الاخر. انت تخش علشان هتلاقي في السيرفر هناك محدد لك الناس اللي معهم باستيشن فور. يعني انا اول ما تخش السيرفر كده هتلاقي متعلم كده الناس دول الاربعة خمسة دول معهم باستيشن فور. ايوة طب وبعدين. يا باشا هتلاقي ان الناس دول بازن الله هيجو البوكس لكل العالم بازن الله. فانت استغل اللحظة دية علشان ممكن بعد كده تلاقي في البلاستيشن فور تبدأ تتعدل وما يخلهوش ببلاش. هو حاليا ببلاش بعد كده ممكن ممكن يبقاش ببلاش. فانت استغل الفرصة. طيب اتقول لي طب ما يعني هما بيدون بس. لا هما خلي بالك برضو ممكن يدولك بمبلغ يعني بمبلغ بمبلغ كده. بس برضو هما لما يكون فيه اربعة مثلا معهم بلاستيشن فور اكيد هيوبا في تنافس بينهم. فطبعا كل واحد عاوز يشهر نفسه اك عشان يتشهر. ويبدأ بعد كده يبقى اكتر. فانت المستفيد علشان انت اللي هتاكل عايش باع على قفى النزدي. تمام هو كل واحد عايز يحط رجله كده ويزبط نفسه اكتر. ويبقى هو المشهور اكتر. فطبعا ممكن لا واحد بقى يبقى لك ببلاش يبقى مش عارف ايه يقول لك انا طبعا هوزع عشر بوكسات ببلاش. فالناس بقى تتسك فيه ويبدأ يلمسكه اكتر. وهو اللي يتشهر اكتر وبعد كده يبقى طبعا يبقى بفلوس طبعا فاتا المستفيد في اللحظات دية. فانت ادخل معنا سيربر ديسكورد علشان يبقى ليك فرص بإذن الله تجيب البوكس. وحتى خلي بالك لو هيبقى لك بمبلغ هيبقى حاجة بسيطة يعني ممكن تعمل لها كده من مصر مسلا تعشر عشر عشرين جليب الكتير اوي. بالدولار اقل من نص دولار. يعني حاجة كده مبلغ رمزي يعني فهم? وطبعا يعني اكيد انت مسلا تلاقي واحد بيبيع بنص دولار اكيد مش هتشتري من اللي بيقولك تلاتة. وبسبب كده ابو تلات ابو تلاتة دا يحول طبعا ان هو يتشهر اكتر فهيقلل على ابو نص دو. وابو نص يروح يقلل فانتا المستفيد في الاخر يعني فانتا. تمام ندخل معنا سيربر ديسكورد. وبإذن الله اه التعاون برضا يكون امن ما تقلاشي انت يوم ما تحب تشتري منهم مسلا واحد مع بليستيشان فور عايزة توصل معها. هتخش كده في السيربر عندنا هتاي في عاجة في عاجة اسمها كسمة دعم. في كسمة دعم دو هتتيجي تكلم الدعم اللي هما الادارة عندنا. هيوصلك مع واحد مع معها بليستيشان فور وهيبدأ بقى هو ينظم لك العملية بينكم منتو الاتنين بحيث ان انت يضمن لك ان انت ما يتنصبش عليك ابدا في الحوار دا ما تقلعش يعني. تمام? وبس كده يعني الموضوع بسيط. فانت استغل الفرصة دلوقتي وهات البوكس على قد ما تقضي يعني انت فرصة عظيمة باذن الله وباذن الله كمان في الباس اللي هو في النسخ القديمة ينزل البوكس في الشهر الجاي باذن الله. فبس كده يا جدعان انا اعتبر كده خلاصة الفيديو ان ان انت لو محتاج تجيب الكيك عندك الفيديو بتاع الكيك. لو محتاجة تجيب البوكس هول الفيديو ده معلن ده وقلت لك فيه كل حاجة وقلت لك كزا حل وكزا طريقة علشان تجيب فيها يعني توصل توصل لي البيستيشان فور. انا للاسف والله لو معي كان زمان يعني اتعاملت معكم مباشرة كده كان يبع الطريقة الامنة بقى وكل حاجة تمام لكن للاسف ما عنديش ببيستيشان فور فانت بازن الله ادخل معنا وبازن الله يعني هيكون امان بازن الله متقلق اش يعني. وان شاء الله يعني ناس الخير كتير قوي يعني متقلق ا وتلاقي يعني ممكن تلاقي ناس كتير بيدو لك ببلاش ممكن يبعزين ان يقسوا بس هو عشان ممكن عشان خاطر عزيزي بارو تلاقي واحد كزا حد منهم بيقول لك انا عم ببلاش يعني انت لاش ادخل. وبإذن الله هيجيلك البوكس. هو بص مثلا جدعان ده واحد من المتابعين هو بعد لي صور كده البريستيشان فور وهو بيجيب بالبوكس الواحد كمان. وهو زي ما انت شايف بيجيب لك البوكس بالطريقة دية حاجة في منتهى العظمة بصراحة. واخر حاجة طبعا يعني لايك بقى اي حاجة بتنزل بيقول لك عليها. لايك واشتراك كده. وبس كده عام. السلام عليكم.